اشتركوا في القناة والخدمية والعمرانية في بغداد الا ان اكترها لم يكن عمليا وكان حبر على ورق اذ حالة الاوضاع الامنية والسياسية غير المستقرة التي رافقت السنوات الماضية من دون انجاز العديد من المشاريع ومع ذلك لم يكن السبب الوحيد الى تلك المشاريع او عدم انجازها حيث يرى الكثير ان البيروقراطية الادارية وغياب الخطط الصحية وعدم تشريع القوانين المرنة في الجادبية للاستثمار اضافة الى الفساد المالي والاداري وكل ذلك ادى الى تردي الواقع الخدمي والعمراني وظهور العشرات من المشاريع المتلكئة في العاصمة بغداد وايضا بقية المحافظات خليكم يا للمشاهدين نروح نشوف تقرير عبدالله الطائم البعض هل رجعي نكمل وياكم محاور برنامج المعتبدة المشاريع الخدمية في عموم العراق قد يطول كثيرا مشاريع يسري تنفيذها على شركات ليست ذات خبرة ومواطنون ينتقدون غياب الرقابة الحكومية على بعض المشاريع التي تنفذ المئات من اصحاب المحال التجارية والدخل المحدود اجبروا على ترك اماكنهم التأخير المتعمد وزيف المشاريع الخدمية بات واضحا على الجميع مطالبين الحكومة المحلية بضرورة تنفيذ المشاريع العاطلة ليبقى المواطن ينتظر بصيص امل يلوح في نهاية نفق مظلم شكرا لكم زمينا عبدالله الطاير اللي عدلنا هذا التقريق خليكم يانا مشاهدين ورحب بضيفي الموجود ويانا بالاستوديو الاستاذ حيدر عرب الموسوي رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية مرحبا بك يا استاذ حيدر خياكم الله أهلا وسهلا بكم نعم تحياتنا لك بداية استاذ حيدر كيف تقيم المشاريع الخدمية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات بسم الله الرحمن الرحيم دعيني أحييكم مرة أخرى قناتكم ومشاهديكم ومتابعكم الكرام حقيقة بعد عام 2003 إلى حتى هذه اللحظة شاهدنا أن العمل الخدمي في بغداد أو جميع المحافظات العراقية حقيقة لا يسر بشكل طبيعي أو بشكل لائق وضمن الطموح وبالتالي كانت كثير من الرؤى وكثير من المشاريع التي نشاهدها على الإعلام لكن لا نشاهد لها أي واقع على الأرض الواقعية وبالتالي كانت هناك الأسباب العديدة التي حقيقة كانت وراء تلكؤ هذه المشاريع وراء حقيقة أن نسمع بمشاريع وهمية في هذا الجانب وبالتالي أعتقد الأسباب الرئيسية السبب الرئيسي من هذا الجانب هو التشريع والرقابة باعتبار نحن نحتاج إلى قوانين تشريعية شرع من قبل مجلس النواب العراقي لتسهيل مهمة آلية حقيقة العمل وتقديم هذه الخدمات الموجودة بالعراق وبالتالي أيضا نحتاج إلى الرقابة والمتابعة لإنجاز هذه المشاريع وحتى الرقابة إلى متابعة عمل المؤسسات الحكومية للدولة العراقية والتي تقدم الخدمات للمواطن العراقي أنا أعتقد بالإضافة إلى هذه النقاط هناك نقاط أخرى مهمة جدا في هذه القضية النقطة الأولى لا يوجد هناك تخطيط حقيقي حقيقة للنهوض بالواقع الخدمي العراقي أي بمعنى أن واقع الخدمات وتقديم الخدمات لا توجد هناك خطة واضحة لطالما نحن وما تعلمناه من خلال حقيقة التحصيل الدراسي لأنه يجب أن تكون التخطيط إذا صح التعبير يجب أن يكون من داخل الأرض ومن باطل الأرض ومن ثم يظهر إلى أخر إذن نحن نحتاج إلى تخطيط ستراتيجي في هذا الجانب هذا الجانب الجانب الآخر التمويل باعتبار لحت هذه اللحظة اليوم ونحن في صدد مشكلة معينة تأخير الموازنات العراقية شاهدنا أغلب الموازنات العراقية تؤخر إلى أوقات متأخرة وهناك سنوات حقيقة لا توجد هناك موازنة عراقية تستطيع أن تصرف على جميع هذه المشاريع هناك أيضا تلك بآداء كثير البراقراطية التي تتبتع بها كثير من الوزارات العراقية التخطيط العراقي هيئة الاستثمار العراقي وقوانينها وتشريعاتها وبالتالي أعتقد نحن نحتاج بالدرجة الأولى إذا ما أردنا لهذه المشاريع أن تكون لها الاستمرارية والحيوية حقيقة هناك خطأ لطالما وقعت به الحكومة العراقية هو إرجاع حقيقة الموازنات موازنات الوزارات التي تصرف أي معنى أنه دائما تتأخر الموازنة العراقية تصل إلى الوزارات المعنية أو المؤسسات المعنية في الشهر السادس أو الشهر السابع إلى أن تصل إلى مستحقها قد يكون إلى الشهر الثامن وبالتالي لم يبقى من السنة المالية غير ثلاثة أشهر بطبيعة حال نحن نعرف أنه الأرقام الختامية يجب أن تكون يوم 15-11 وبالتالي حقيقة أيضا ما راح يلحق الجهة المعنية بالصرف ترجع هذه الأموال إلى الدولة وإلى الحكومة العراقية وتعاد أن تدور مرة أخرى وتقسم ونحن نعلم آلية تقسيم الموازنات العراقية كيف تكون هناك أيضا مشاريع حقيقة الأسعار أو الأسعار التخمينية التي توضع لها أسعار كبيرة جدا وغير واقعية وغير حقيقية والتي ترهق الموازنة العراقية وتثقل الموازنة العراقية وبالتالي لا تستطيع الموازنة العراقية ولا الدولة العراقية أن تصرف على هذه المشاريع وأن تنهض بالواقع الخدمة باعتبار المشروع الذي يستحق مثل ألف دينار نشاط هناك يخصص لهم مئة ألف دينار وبالتالي يجب أن تكون هناك حقيقة الأسعار الواقعية والعمل الواقعي ومقارنة هذه المشاريع مع المشاريع الخاصة يعني مثال بسيط قد يكون قد مر على كثير من المشاهدين العراقين المدارس الحكومية عندما تبنى أسعارها تصل إلى مليار وثلاثمائة وأحيانا مليار وخمسمائة دينار عراق لكن إذا ما ذهبنا إلى المدارس الأهلية وأبعاد الصفوف والمساحات ويجب أن تكون نفس أبعاد الصفوف والمساحات للمدارس الحكومية نجد أن المدرسة مع تأثيثها تكلف ما بين 400 مليون إلى 500 مليون وبالتالي هذا البون الشاسع ما بين هذه الأرقام يرهق حقيقة كهل الحكومة العراقية نقطة أخرى لو سمحت لي بهذه الإجاز أعتقد جميع هذه المشاريع عندما تخصصتها المبالغ وتعود إلى الحكومة العراقية إعادة حقيقة تخصيص المبالغ مرة أخرى لهذا المشروع وانطلاقه من أجل أن يكون هناك ديمومة بالعمل أيضا سوف تواجه بقضية إقرار الموازن العراقية إذن نحن لطالما نحدثنا ويعتبرنا كمشاهدين ومراقبين للشأن السياس والاقتصاد نقول يجب أن يكون للمشروع أو للوزارة المعنية التي تخصص مشاريع معين يجب أن يكون هناك مصرف مستقل وبالتالي إذا ما حقيقة تم تخصص مبلغ معين لمشروع معين بناء مدرسة بناء مستشفى تبني طريق بناء أخرى يجب أن يوضع كامل المبلغ المخصص لهذا المشروع في مصرف معين وبالتالي تستطيع الحكومة العراقية أو الدائرة أو المؤسسة المعنية تصرف إلى المقاول أو إلى الشركة التي تبني وترعى هذه المشروع بسلف معين لكن يبقى محفوظ هذا المبلغ داخل هذا المصرف وتستطيع المؤسسة المعنية أن تصرف على هذا المشروع وبالتالي لن نشات منالكة لا تلك بهذا المشروع وتأخيره هذه النقطة الأولى باعتبار جميع عندما تابعنا المشاريع العراقية التي تلكت والتوقفت جميعها حقيقة كانت بسبب نقص التخصيص المالي أو تأخر التخصيص المالي كثير من المستشفيات حقيقة لحتى هذه اللحظة متعطلة ومتوقفة والمدارس متعطلة ومتوقفة كثير من الأمور الأخرى بسبب هذه الإجراءات هل المشاريع متوقفة على الموازنة؟ الموازنة غياب التخطيط باعتبار أنه يجب أن يكون هناك تخطيط وتقدم عمل لهذه المشاريع البيروقاتية التي تعتمدها هذه المؤسسات وتحدثنا أنه يجب أن يكون هناك مصرف خاص وتصرف الحكومة العراقية للوزارة المعنية هذه المبلغ يوضع في هذا الحساب من أجل ديمومة العمل وعدم تعطل هذه العمل الفساد الحقيقة الإداري والاقتصادي في كثير من المؤسسات التي تؤثر بشكل آخر حقيقة غياب التشريع والرقابة بشكل حقيقي أيضا أثر على هذه المشاريع كثير كثير الشخصيات الغير مناسبة في الأماكن المناسبة التي أيضا تؤثر على إتمام المشاريع هناك أيضا قائمة كبيرة قائمة سوداء كبيرة بكثير من الشركات حقيقة التي غير رصينة ولا تستطيع أن تقوم بكثير من المشاريع لكن بسبب الفساد الإداري والمادي نشاهد أن هذه الشركات موجودة على أرض الواقع وتعمل لكن بدون التأثير حذر عندك تطلع على هذه الشركات إذا تعرف أسمائها أحسب طبيعة الحال أنا رجل متابع للشأن الاقتصادي والسياسي هذه التحديدات وهذه الأسماء المفروض الأخوة في مجلس النواب العراقي باعتمار ما لديهم من حصانة في هذه القضية أن يتحدثوا بهذه الأسماء لكن أنا أعطي الإشارات الواضحة وأعتقد أن يستفاد الأخوة في مجلس النواب العراقي من هذه الإشارات ويعملوا بشكل حقيقي باعتبارهم التشريعي ورقابي في هذا الجانب هناك مؤسسات للنزاهة وللفساد ومتابعة هذه المؤسسات هذا عملهم هم من يستطيعون أن يحددوا من هذه الشركات المحافظين المحافظات الحكومات المحلية أيضا تستطيعوا ولديها حق قائمة التي توضع عليها الشركات الجيدة والشركات المتلكة والشركات المفلسة في هذه القضية والتي هناك فساد إدارة من أجل إعطاء مشاريع معينة لإرباح هذه الشركات وإعادتها مرة أخرى وهناك نقطة جدا مهمة يجب أن لا نبتعب هنا في هذه القضية هو تدخل حقيقة تدخل الإقليم والدولي في هذا الجانب كثير من المرات طلعنا من الشخصيات قريبة لنا قالوا أن هناك بعض البلدان الإقليمية التي لا ترغب أن يكون العراق حقيقة متقدم اقتصاديا وخدميا في هذا الجانب كانت تعطي مبالغ كبيرة جدا للشركات العالمية على أن لا تأتي وتعمل داخل العراق هذا الجانب جانب آخر هناك بعض الدول العالمية التي تفرض على العراق شركات خاسرة وشركات معينة أن تعمل داخل العراق ولا تقبل لغيرها العمل داخل العراق وقضية شركة سيمينس وشركة إلكتروك الأمريكية قصة معروفة وقصة كبيرة في هذه القضية إذن نحتاج حقيقة أن المجلس النواب العراقي وأنا لطالما أتحدث وأقول مجلس النواب العراقي باعتبار هو الجهة الرسمية التي انتخبت من قبل المواطن العراقي ووضع فقته بها المواطن العراقي المواطن العراقي لم يختر الحكومة العراقية الحكومة العراقية تم اختيارها من مجلس النواب العراقي وبالتالي على مجلس النواب العراقي أنه هو ملزم أمام نقطتين النقطة الأولى ملزم باعتباره حقيقة مرشح من قبل الجماهير قد وضعت الثقة بها من قبل الجماهير النقطة الثانية أنه اختار الحكومة ووضع ثقة الجماهير من خلاله بهذه الحكومة إذن يجب أن يتابع عمل هذه الحكومة إذا ما تلكت وإذا ما قصرت أو قصر أحد حق المؤسسات والشخصيات داخل هذه الحكومة يجب أن يحاسب ويجب أن يبعد من هذه المؤسسة نحن نطمح أن إذا ما حقيق عمل مجلس النواب العراقي بالشكل الحقيقي والشكل اللائق سأنا متأكد بل حد اليقين في هذا الجانب لنشاهد هناك خدمات وعمل خدمي حقيقي في مؤسسات دولة وفي جميع المشاريع نعم يعني أستاذ حيدر برأيك أكو غايات أو يعني أيادي خفية تقف براء تلك هذه المشاريع سواء كانت بالعاصمة بغداد أو بقية المحافظات شوف أكون نقطة جدا محمد خلنا نتحدث لهذا الموضوع الصراع السياسي حقيقة له تأثير كبير جدا باعتبار هناك بعض الحكومات التي أتت أو بعض الشخصيات التي تصدت للعمل السياسي هناك منافسين للأسف العمل السياسي لم يرتقي أن يكون عملا ديمقراطيا سياسيا بعيد عن الأنانية لكن حقيقة افتسم هذا العمل السياسي والمناكفات السياسية التي دفع ضريبتها المواطن الأراقي من تأخير مشاريع وضع شخصيات غير مؤهلة في اسم أماكن حساسة يجب أن تدير الجانب الخدمي لا أكبر شكل حقيقي أثر بشكل آخر على قامة حقيقة تخطيط حقيقي لبناء وتطوير محافظات العراق وبالتالي النقطة الأساسية فيها القضية هي المناكفات السياسية هناك بعض القوى السياسية التي تحاول أن تكون علاقتها بالدولة العراقية عوما هي علاقة مصلحة وبالتالي هي تحاول أن تسعى أن تكسب أكثر مما ينبغي من مصالح الشخصية باعتبار أن الشعب العراقي في شمال في جنوب في وسط في غير في شرق العراق هم كلهم عراقيين لكن للأسف هذه القوى السياسية تسعى أن تحصل هذه المكاسب السياسية لشخصها ولأحزابها ولحقيقة الجهات أو التائرات التي تتبع لها وبالتالي أعتقد يجب أن يكون هناك عمل حقيقي يرتقي لمصلحة الوطن والمواطن إذا ما كانت حقيقة الرؤية والنية صادقة والمصادق حقيقية على أرض الواقع لنشاهد هناك أمل حقيقي باعتبار أنه 17 سنة ما من المعقول أن دولة 17 سنة أو 18 سنة أمر الحالي ما تتحدث وتقول العهد البائد أخي هناك دول استطاعت أن تغير من البناء التحتية لهذه الدول سياسيا واقتصاديا وأمنيا وخلاص المات بسيطة أنجزت خلال هذا 18 عام إذا أريدك إحصائية زياد نسبة إحصائية لهذه المشاريع أنا أعتقد لحد الآن لا تصل نسبة المشاريع التي تم إنجازها على أرض الواقع الطموح كبير نعم هناك مشاريع إذا تم إنجازها أنا أقول لك تصل إلى طموح المواطن العراقي لكن هذه المشاكل التي تحدثنا عنها عطرت كثير من المشاريع عطرت كثير من الأفكار يعني إذا كنت من نسبة كل أعتقد لم تصل أكثر من 25 إلى 35% هذا على مدى 11 عام نعم باعتبار هناك نقص بالمنى التحتية خدمة المواصلات وخدمة المجاري وغيرها من الأمور الأخرى هناك نقص بخدمات البلدية هناك نقص في خدمات التربية لحد الآن نحن بحاجة إلى أكثر من 25 مدرسة هناك نقص بالجانب الصحي باعتبار لحد هذه اللحظة لا توجد لدينا مستشفيات تخصصية في كثير من الأمراض التي يعاني والتي انتشرت داخل العراق وحتى المستشفيات العامة أيضا هناك نقص هناك أيضا نقص في كثير من الأبناء والمؤسسات التي تحتاجها لإدارة الجانب الخدمي للمواطن وتقديم الخدمات للمواطن العراقي لحد الآن قضية البطاقة الموحدة أو الجنسية العراقية نشاهد هناك بنايات تكتظ حقيقة بالمراجعين في هذه البنات لا توجد هناك بناءات حقيقية لحد هذه اللحظة المديريات التي تتبع لكثير من المؤسسات الأخرى لحد هذه اللحظة أغلب هذه المديريات تستأجر بيوت معينة لا تستطيع الدولة العراقية بناء مؤسسات خاصة لهذه وبالتالي إذا ما جمعنا حقا مبالغ الإيجارات تستطيع أن تبني خمس بنايات أو أكثر من هذه البنات وبالتالي أعتقد أنه لا يزال الطموح حقيقة شاهدت الطرق الخارجية والطرق الداخلية حقيقة غير جيدة ولا تصلح مرات للتنقل شاهدنا الاكتظاف حقيقة في السيارات في كثير من المناطق والتي تحتاج إلى توسع بالشبكة كثير من المشاكل كثير من الأمور الأخرى التي تحتاج حقيقة رؤية حقيقية تحتاج عمل حقيقي فيها أستاذ حيدر شكرا جزيلا إليك شكرا لانضمامك اليوم معنا في برنامج المعتمد تحياتنا إليك شكرا جزيلا نعم مشاهدين لا زلنا مستمرين في برنامجنا ومحور حلقتنا لهذا اليوم المشاريع المتلكئة بين غياب الخطط والبيروقراطية الإدارية اليوم الكثير من المشاريع منذ عام 2003 ولحد الآن لم تنفذ بصورة رصينة اليوم أغلب المشاريع تحتاج إلى وقفة جادة من قبل الحكومة المحلية يا ترى ما هو السبب اليوم يعني رداءة هذه المشاريع أو قلة هذه المشاريع هل هي فعلا الموازنة المالية يعني اليوم لها تأثير ودور بغياب هذه الخطط أو المشاريع أم هناك يعني أياد خفية تقف وراء سرقة أموال هذه المشاريع يدينا يوم كثير من الأسئلة راح نطرحها على ضيفنا الآخر أيضا راح ينضم إيانا النائب علي المحمد داوي رئيس لجنة الخدمات نعم نعم مشاهدين يعني اليوم المشاريع المتلكة في العاصمة بغداد وأيضا بقية المحافظات يعني هي مشكلة أزلية 11 سنة الحكومة مقدمت مشاريع جدية أو مشاريع رصينة للأسف الشديد اليوم هوية ناس يعني الضوء رزقها انقطعت بسبب يعني هاي المشاريع الرديع اليوم أكو محلات يعني على الشوارع العامة بسبب الخدمات اضطروا أن تركوا هاي المحلات ويرحون يقعدون ببيوتهم لأن يعني يشوف لو حفريات قدامهم لو مثلا إنجاز مشروع أو غيرها نعم نعم أرحب بضيفي النائب علي جاسم حميداوي رئيس لجنة الخدمات مرحبا بيك أستاذ جاسم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا لهذه الاستضافة والتحية لكم وأيضا للمشاهد الكريم نعم تحياتنا لك استاذ علي بداية يعني اليوم رد نعرف دوركم كأعضاء مجلس نواب وحضرتك تحديدا كرئيس لجنة الخدمات النيابية أبرز المشاريع اللي نفذت على مدى 11 عام عفوانا يعني لست رئيسا لجنة الخدمات وإنما عظو بيها وأيضا عظو في لجنة السياحة والأسار نسبة تدريني يعني نعم كونك يعني رئيس لجنة الخدمات السابق أكيد عندك الطلاع ومعلومات نعم كونت رئيس هيئة خدمات بغداد في مجلس محاولة بغداد نعم يعني دعنا نتحدث عن الخدمات اللي تحققت بعد 2003 ولحد الآن وكمية ما تم تخصيصها من المبالغ لا تناسب مع ما قدم أخو خدمات قدمت إيه يعني اليوم نتحدث عن بغداد قبل 2003 كانت بحدود 200 محلة 250 محلة اليوم أكثر من 500 محلة ومعنات أنه هاي 500 محلة تقريبا أكثر من 95% من يما هي مخدومة بشبكات مي ومجالي وطلق لكنه طموحنا هو طموح أكيد لازم يكون أكبر من هذا لأنه التخصيصات اللي خصصت لبغداد للمحافظة والأمانة أكثر تقريبا من 20 مليار دولار وهذا رقم كبير كان ممكننا نشوف به وضع يختلف عن ما قاعدت شاهدة حاليا في بغداد يحتاجنا نقفت ببغداد بالخدمات إلى هذه المدينة التي تستحق أن تكون العاصمة الأولى في هذه المنطقة ولكن للأسف الشديد غياب الإرادة الحقيقية سوء التخطيط الخيارات السيئة للمتصدين سببت أنه كثير من هذه المشاكل المشاكل كثيرة في قطاع الطرق المشاكل كثيرة في قطاع المجاري في قطاع الماء في قطاع النظافة كل القطاعات الخدمية بشهادة المعنيين والمراقبين وحتى المواطنين يعني اللي قاعدت شاهدة في بغداد وعموم العراق حقيقة يعني شيء مغجل لكنه نقول مع هذا من تكون هناك إرادة حقيقية أكيد رح يكون واقع يختلف وشاهدنا يعني الفترة الماضية اللي هي من يعني من من كان أخذيار القداسة البابا إلى بغداد نعم شفنا الحركة العمرانية الكبيرة اللي صارت في كثير من الشوارع المهمة شفنا النظافة شفنا الإنارة شفنا الإكساء ولا كانت هناك تقسيصات بالية يعني يعني زيارة البابا اليوم خير دليل على أن الحكومة قادرة على إنجاز المشاريع وغيرها هذا اللي أنا أقوله يعني الإرادة إذا يعني أي مؤسسة اليوم أي مؤسسة ذات لي تعمل تعمل هناك أسباب حقيقية لتركب هذه المؤسسة العفو المؤسسة إذا تتحجد بقضية التقسيصات المالية فالمسؤول على هذه المؤسسة هو واهم لا يعرف بعمل هذه المؤسسة كل المؤسسات الخدمية اليوم موجودة ببغداد بكوادرها وآلياتها التخصصية قادرة عن تنفذ هذه المشاريع البسيطة اللي ممكن أنه ببساطتها لكنه ممكن أنه تغيري الواقع الحالي موجود في بغداد إلى واقع أفضل نعم يعني برأيك اليوم إذا أكون مبالغ مالية اليوم هالمبالغ وين تتروح لها لماذا اليوم المشاريع اللي تتنفذ أغلبها يعني رديئة وأغلبها اليوم المواد المستخدمة تكون رخيصة الثمن يعني أنا بيّنت قتلش المبالغ اللي تم صرف على محافظة ألقام كبيرة نعم ومعناتها أنه هذه الألقام لم تذهب في المكان الصحيح أو حتى إذا نفذت فيها مشاريع فيهموا بالمستوى المطلوب لأنه الشركات اللي كانت تنفذ هذه المشاريع هي شركات حقق غير رصينة وبالتالي أن تجدت لها مشاريع أغلبيةها مشاريع فاشلة ومشاريع متلكية ومشاريع قاعدة نعانى منها حتى لو هي أنجزت لكنه بيها مشاكل فنية موضمن المواصفات العالمية وقعد تنعكس بالتالي على واقع الخدمي لبغداد نعم اليوم عندما عندما نريد أن نذهب باتجاه أي مشروع مهم يجب أن نختار الشركة القادرة على تنفيذ هذا المشروع من خلال سيفي الشركة ومن خلال أعمالها المماثلة اللي قدمتها سواء كان في العراق أو في غير بلدان لأنه أعتقد يعني هذا الفشل اللي موجود خلال 17 سنة علينا أن نتجاوزه بعد كافي يعني من فشل إلى فشل علينا أن ننجح وأنا بيّنت قلت يعني النجاح مو قضية صعبة النجاح سهل عندما تتحقق العرادة عندما نختار البسول الجيد عندما نضع خطط حقيقية من خلال مكاتب استشارية عالمية قادرة على أنه هذه المكاتب الاستشارية تطيق رؤية وتوقيتات زمنية لإنجاز هذه الرؤية وهي تراقب لك العمل وتطيق مدى تقدم العمل ومدى تراجح هذا العمل أعتقد ممكن له أحنا ممكن نفذ أي مشروع مهم في بغداد وبالتالي هذا المشروع ينعكس على جمالية بغداد وأيضا يشعر المواطن أنه أكو خدمات حقيقية في بغداد نعم يعني ستاد يعني كونك يعني عضو بلجنة الخدمات يعني ما هي الخطط التي قدمتوها يعني نحن نتحدث عن قطع الطرق اليوم أنا يعني كتاب الكتاب إلى دولة رئيس الوزراء وأكدت على مسألة الطريق الحلق الرابع لبغداد هذا طريق مهم جدا هذا إنجاز يعني يعني ها مثل هيتشي مشروع صالت تقريبا أكثر من أربعين سنة ما شايفينا يعني نعم عندما يتحقق هذا إنجاز وهو إنجاز كبير لأنه أنا اليوم المتحدث معاك اجيت لهذا البرنامج اجيت من مدينة الصدر حتى وصلت القناة قم هالا احتاج لأكثر من ساعة ونصف بسبب الاختناقات المرورية وزحمة يعني 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 برأيك إذا هذا المشروع نفذ على أرض الواقع شون اللي ممكن يضيف للعاصمة بغداد لا هذا رح يحللنا مشاكل الاختناقات المرورية الحاصلة في بغداد رح يعالجنا مشاكل الطرق اللي موجودة رح يعني اللي يجي من المحافظات الجنوبية بعد ما يكو داعي يدخل في بغداد يطلع خارج بغداد ويذهب اتجاه المحافظات الشمالية نعم واللي يجي من المحافظات الشمالية أيضا ما يكو داعي يدخل في وسط المدينة يذهب باتجاه الطريق هذا الحلقي أيضا قضية الشاحنات ودخولها إلى بغداد هذه مشكلة تدري اليوم هذه الشاحنات اللي قاعد تدخل لبغداد قاعد قاعد سوينها سوينها مشاكل بالطرق اللي موجودة في بغداد أيضا وحدها من هذه المشاكل نعم قضية هذه أطراف بغداد اللي هي مناطق ميتة هذا الطريق رح يحيها من خلال هذا المشروع ومن خلال إضافة فخرات مهمة على هذا الطريق العملية الاقتصادية رح تكون يعني حركة هناك في هذه البراطق فبالتالي أن نذهب بهذا المشروع هذا الشيء مهم جدا لأنه اليوم إحنا وحدة من المشاكل قدمية في بغداد هي قضية الطرق تشاهدون أنتم هذه الإزدحامات وصورة طرق هذا نتيجة الكثافة العالية اللي موجودة من العجلات اللي موجودة في بغداد يعني بغداد طرقها لا تستعرع أكثر من 300 ألف عجلة واليوم قاعد يعني من خلال إحصايات موجودة أكثر من مليون عجلة موجودة في بغداد أرقام كبيرة جدا لا تتناسب مع الطرق اللي موجودة في بغداد فيحتاج أن نستحدث طرق جديدة أن تكون هناك صيانة حقيقة للطرق اللي موجودة نرفع التجاوزات اللي موجودة على الطرق هذه التجاوزات ومشكلة كبيرة جدا لأنه اليوم يعني اللي شوه بغداد وشوه جمالية بغداد انتشار هذه التجاوزات والمخالفات اللي موجودة على أرصفة العاصمة يعني بحيث هناك يعني مدن انعدمة فيها الرصيف بعد ما يكون شيء اسمه الرصيف يعني أقوى مواطنين بدأ حتى يتمشي ينزل إلى حوض الشارع وهذه مشكلة يجب أن تكون هناك قوة وإرادة حقيقية من قبل أمانة بغداد لرفع هذه التجاوزات و أنا بيّنت فيه أكثر من نقاط أقول لي هو عده مثلا محل و قاعد يسترزق من يمه وهذا المحل موجود على سبيل المثال فيه عمارة ليش يمتد على الرصيف و يأخذ الرصيف و يمنع المواطن أن يتمشي على الرصيف المواطن يضطر أنه حتى يتمشي ينزل على حوض الشارع وهذه مشكلة يجب أن تكون هناك تطبيق للقوانين من قبل المؤسسات القدمية و معالجة هذه الرارة حتى تكون بغداد يعني على الأقل فتحالة جمالية تكون لبغداد وأيضا نظمنا الشوارع حول نظمنا أزقتها المشاكل الخدمية مشاكل كثيرة في بغداد يحتاج رؤية حقيقية و يحتاج قوة و إرادة في تطبيق هذه الرؤية حتى نعالج الواقع على الخدم السيئ في بغداد نعم يعني تدري أن الاستجابة قد تقوم بالمستوى المطلوب يعني الحكومة تدرك أنه اليوم مؤسساتها يعني عاجزة عن أن أتحقق الأهداف التي هي قاعد يعني مرسومة لها و هذا العجز نتيجة الخيارات السيئة للمتصدين نحن بالنسبة أنه يعني كليجان قاعد نقدم التوصيات و نشرع القوانين المهمة و قاعد نجتمع بالمسؤولين و نحث المسؤولين على معالجة هذه المشاكل تبقى الإرادة الحقيقية في قضية أن يكون المتصدي قادر على أنه بفريق الموجود و أن يكون هذا الفريق فريق جيد قادر على أنه يتجاوز أي مشكلة موجودة في عمله في مؤسسته أستاذ يعني أنت اليوم أمام المواطن و المواطن يعني اليوم عين عليك و يشوفك أنت يعني اليوم برأيك هال المشاريع اليوم بدأت تنفذ على عرض الواقع هل هي مشاريع رصينة هل هي يعني مثل ما يقولون قد المسؤولية لتحمل الزحامات و عباء الشارع و مشاكلها و كميات الحمل اللي على الشارع دا صير يعني عندما نتحدث عن مشاريع أي مشاريع تقصدين مثلا مشاريع طرق المشاريع يعني داخل المناطق مشاريع الخدمية يعني أي مشاريع مثلا المتصدي الخدمية يعني الخدمات قطاعات كثيرة طرق واحدة من هذه القطاعات الشبكات الماء المجاري الزراعة النظافة نحن اليوم ما عندنا مشاريع عملاقة حقيقية نقول هذه المشاريع ممكن تسوينا قافزة في الواقع الخدمي لبغدار يعني عندما نتحدث عن قطاع النظافة اليوم احنا لحدنا ما عندنا معامل لتدوير الدفاعات نعم هذا احنا اليوم استاذ علي يعني حسب اطلاعنا انه حضرتك رد التجميع يعني تسوي دمج بين البلديات مع المدينة الصدر تحديدا ودمجهم ببلدية وحدة شون السبب يعني هي وحدة من المشاكل اللي موجودة عندنا التلهل الحاصل في هذه المؤسسة في مؤسسة أبالة بغداد يعني اكثر من 15 بلدية موجودة واحنا بجهة نظرنا كلما يعني نقلل عدد هذه البلديات كلما نحقق خدمات أفضل ونقلل من الانفاق وايضا نقلل من أبواب الفساد اللي موجودة في هذه الدوار فدمج انا بالنسبة لي كان مقترح ان تدمج بلدية الصدر واحد وصدر اثنين وان تدمج بلدية بغداد جديدة والغدير في بلدية واحدة وتكون هناك ثلاثة بلديات موجودة في شرق القناة وثلاثة بلديات موجودة في غرب القناة في الرصافة وثلاثة بلديات موجودة في الكر وبالتالي احنا يعني واحدة من مشاكلنا في هذه المؤسسات هو الصراع السياسي الحاصل على هذه المواقع وبالتالي هذا الصراع السياسي قاعد ينتج لك مدراء يعني مو بالمستوى المطلوب يعني قاعد ينفرضون المدراء على هذه المؤسسة والمدير اليوم هو الشخص المهم في إدارة المؤسسة القدمية اذا كان المدير سيء اكيد رح ينتج لنا مؤسسة سيئة فنحن نأكد على قضية إعادة هيكلة هذه الدائرة لسبب انه اول شيء نبعد الضغط عن السادة او منافي قضية الضغط على ان يفرضون ضرات واحد يستحدثون دائرة حتى لانه هناك فرض على ان هذا الشخص سيكون حصل له بخال القضية الثانية هي قضية مثل ما قلنا التقليل للنفقات يريد نقلل النفقات القضية الثالثة ان نرفح هذه التقاطعة الحاصلة بين هذه الدوار المتجاورة هناك مساحات مشتركة بين هذه الدوار هذه المساحات ما قاعد تقدم بحجة كل دار تقول هذه المساحة ليس عليها هذه المساحة على الدار الفلانية هذا ايضا نرفحها وقضية ايضا ابواب الفساد اللي موجودة يعني هذه التقسيصات اللي قاعد تصير لو تكون لدائرة واحدة اكيد راح تقلل كثير من الابواب اللي موجودة لانه يعني هناك منافق ممكن اضيف للموازنة وضيف مبالغ مالية او شون يعني اليوم راح يفرق اذا اندمجت لا لا احنا اقو مشاكل في هذه المؤسسة خاصة في امارة بغداد يعني مشاكل ابواب للفساد ومنافق للفساد كثيرة جدا يعني انا اقول منتدبج لانه حتى انسد هذه الابواب يعني الاليات كل دائرة بيها قراج الاليات وهذا قراج الاليات هو فدباب بالابواب الفساد كل دائرة يحتاج للتقسيص للوقود وهذه ايضا بيها مشكلة كل دائرة يحتاج للتقسيص للزراعة وصيارة شبكات الميز وشبكات المجاري كل هذه التقسيصات انا اقول منتدبج راح يكون هناك يعني راح يكون هناك فدفرق واضح وهذا ممكن احنا من قلال عملنا في هذه يعني راقبنا هذه المؤسسة قلال سبع سنوات يعني هذا المقترح وهذه الرؤية ليست يعني يعني خرجة بديمي وانما هذه من خلال اتصالي بكثير من السادة العاملين في ابارة بغداد والشخصيات المهمة وصلنا الى انه يعني ان ننضج هذه الرؤية وان نطرحها لامانة بغداد لعل امانة بغداد تستجيب لهذا المقترح يعني استاذ علي اكو تعاون ما بين وزارة النفط وبقية البلديات هو التعاون لازم يكون مطلوب يعني فيما يخص الوقود والنقل وغيرها يعني هذه المؤسسات حتى تنجحها بعملها لازم شكل فريق عمل واحد يعني اليوم انت حتى مثلا نسوي حملة اكساء كبيرة في امانة بغداد في محافظة بغداد وفي مركز المدينة على سبيل المثال وفي اي محافظة لازم تستعين بالنفط لانه المواد الاولية من النفط ولازم تستعينين كمؤسسات تستعين العفو بالصناعة وزارة الصناعة لانه صناعة ايضا ممكن توفر لك المواد الاولية المطلوبة ولازم هذه المؤسسات ايضا تستعين بوزارة البلديات والعمار والاسكان حتى توفر لك الجهد لآل المطلوب يعني هي عمار عم سلسلة شي مرتفطة بشي هو اقول انا من ارده سوي حملة كبيرة لمعالجة واقع خدمي سي لازم استعين بهذه المؤسسات حتى تكون النتائج جيدة نعم يعني استاذ علي اريد نعرف اليوم سبب غياب الرقابة الحكومية على المشاريع المنفذة نعتقد تعدد المؤسسات الرقابية هو اللي ممكن ولدنا هذه المشكلة يعني في قبل 2003 كانت عندنا بس مؤسسة وحدة راقب اللي هي ديوان الرقابة المالية نعم اليوم عندنا ديوان الرقابة المالية اراقب وهيئة النزاهة اراقب ومجلس محافظة بغداد اراقب والبرلمان المؤسسة التشريعية اراقب وانضافة لها لجان اخرى لجان مقابعة الفساد وتعدد هذه اللي جاء خلق حالة من اللامركزية في هذا الموضوع وسبب كثير من التقاطعات وفقدنا البوصل بهذا يعني بهذا الموضوع في قضية المراقبة اقول له يبقى ديوان لو نعتمد فقط على جهة واحدة تراقب ممكن كانت تطينا نتائج افضل من النتائج اللي قاعد نشاهد اليوم نعم العمل عندما ينجح واحدة من ادوات نجاحة وشروق نجاحة ان تكون هناك مراقبة جيدة للعمل نعم يعني استاذ علي اليوم المواطنين ذي يحملون اعضاء مجلس النواب المسؤولية كونهم هم يعني اللي اختاروهم منتخبوهم بالتالي يعني هم اليوم حلقة توصل ما بينهم وبين الحكومة فاليوم اليوم يعني المواطني يسأل ويسأل النواب وحضرتك اليوم يعني دولكم كأعضاء مجلس نواب في مراقبة هذه الخدمات المنجزة على عرض الواقع اولا علينا ان نفهم شنو دور الناب او شنو دور مؤسسة مجلس النواب مؤسسة مجلس النواب هي دورها تشريعي ورقابي وليس دور تنفيذي احنا بالنسبة ان نشرع اخوانين ونراقب اداء المؤسسة التنفيذية ونقيم هذه المؤسسة ومن اكو خروقات نقول اكو خروقات من اكو مشاكل نقول اكو مشاكل وهذه الحلول يعني المطلوبة لمعالجة هذه المشاكل المسؤولية مسؤولية الحكومة مسؤولية المؤسسات التنفيذية اللي هي بيدها القرار والقادرة على انه تعالج المشاكل اللي موجودة واعتقد هناك مشاكل ما يحتاج لها تشريعات قانونية حتى تعالجها هناك مشاكل يحتاج لها اجراءات حقيقية حتى نقدر نعالجها والمتصدي عندما المتصدي والمسؤول التنفيذي عندما يمتلك القلم الاحمر علي ان يعرف شنو هذا يعني القلم الاحمر الذي يوقع علي انه يعرف انه شنو التوقيع لا يظل يتجمجم بقضية تعليمات وقضية صلاحيات وقضية لا هناك يعني متصدين للأسف الشديد للأسف الشديد لا يستحقون ان يكونوا في هذه المواقع لانه صور من أسر نجاح اي مؤسسة تنفيذية ان يكون المسؤول هذه المؤسسة شجاع وكفو ونسيح حتى يقدر يعني ينفذ كل المهام الموكلة لهذه المؤسسة نعم احنا بالنسبة لنا دورنا تشريعي وقاعد نعمل كمؤسسة ضمن هذا السياق ودور الرقابة ايضا قاعد يمارس وقاعد اخو نتائج موجودة يعني ظهرت خلال هذه يعني الفترة القريبة واستجوابات و يعني استضافات واسئلة شفاهية كثيرة عن الدور موجود بقى انه اليوم هذه المؤسسة التنفيذية عليها ان تؤدي دورها تجاه المواطنة نعم استاذ علي شو كلمتك فيما يخص المشاريع نحن يعني بغداد تستحق كثير من المشاريع المهمة لعل واحد من هذه المشاريع وانا اكثر من الله يعني انوى علي وعدي بلف بي وقاعد اعمل علي وقاعد اشرع علي قانون هو تطوير رفاف نهر دجلة يعني يعني هذا النهر اللي موجود في بغداد للأسف الشديد النهر بائس ثقافة هذا النهر اللي قاعد نشوفه الصبح عبارة عن مكبل الدفايات وتصريف مياه شبكات المجال غير معالجة وبالليل هو اضلا موحش فاحنا قاعد نشتغل كون هذا النهر يطور حتى يكون متنفس مهم لأهالي بغداد هذا النهر تقريبا اكثر من خمسين كيلو يمتد خمسين كيلو متر يمتد في بغداد لكن ما شاهدنا فقارات مهمة على هذا النهر تتلائم مع جبالية هذا النهر واهميتها بالنسبة للعاصمة لبغداد نعم على الحكومة ان تهتم بهذا المشروع وحتى نقلق فالشيء مهم جدا لبغداد ايضا موضوع اليوم موضوع قضية يعني محطات الوحدات المعالجة المهمة جدا يعني هذا فالشيء مهم جدا انه اليوم كنت شرع الحكومة في تنفيذ هذه المحطات لانه اليوم نحن نصرف اكثر من مليونين متر مكعب لذجلة بدون معالجة وهذا يسببنا تلوث به للنهر وايضا يسببنا مشاكل في مناطق الوسط والجنوب ايضا قطاع النظافة ندعو الحكومة انه اليوم بغداد يحتاج لبعا الشركات تخصصية تجد هذا القطاع بلن يحتاج نعتمد على كوادر امانة بغداد ومدرأ اقسامها في قضية معالجة واقع النفايات اللي موجود في بغداد واقع النفايات اللي موجود واقع سيئ اكثر من 15 الف طن من النفايات تفرزها العاصمة يوميا وهذه قاعد تطمر بشكل غير صحيحي نعم غير صحي وغير نظامي وقاعد سبب انه مشكلة يحتاج انه ايضا المعامل لتدوير هذه النفايات كل اليوم العالم بدأ يهتم بموضوع قضية الاستفادة من قطاع النفايات من خلال معامل لتدوير النفايات وايضا معالجة العشوائيات اللي موجودة في بغداد تنظيم هذه البيوت من خلال يعني اجراءات تقوم بها الامانة هذه الملفات خطيرة وكبيرة واعتقد معالجتها ليس بالشيء صعب يحتاج لها يعني تخطيط حقيقي وارادة حقيقة وايضا نعم يحتاج لها تفسيصات يعني يعني عذر المقاطع ننتقل محور الثاني اللي هو محور او المحور الاخير هو محور الاثار والمعالم كونك عضو يعني في لجنة السياحة والاثار يعني اغلب المواقع الاثارية والمعالم الاثارية وتحويلها الى مكابل النفايات للأسف احنا نشوف في بغدار عندنا اكثر من 15 قلق موقع اثري نعم وهذا رقم كبير جدا والأسف هذه المواقع يمكن في النسبة 20% هي المنقبة وموجودة وايضا ما عندنا اهتمام حقيقي في صيانة هذه المواقع وممكن نحاولها الى معلم سياحة مهم وشاهدنا ذاك اليوم يعني قداسة البابا ايجي من الفاتيكان حتى يمارس طقوس الحج في أور وأور تمثل في الشيء مهم جدا للطائف المسيحي يعني البابا من ايجي معنات انه هناك يعني اكثر من مليارين مسيحي ممكن يجول للناصرية خلال الفترة القادمة فسأقول الناصرية راح تستوعب هذا العدد هل هناك مرافق سيد علي شو الخطأكم المستقبلية انا اقول يجب ان تهتم الحكومة بقطاع السياحة والاثار تعطيل اولوية خلال المرحلة عندما تتحدث الحكومة عن معالجات اقتصادية للانهيار الاقتصادي اللي حصل قبل فترة قبل فترة واحدة من اهم هذه المعالجات النهوض بالقطاع السياحي قطاع السياحة في العراق بهذه المقاومات الموجودة بي بسياحة الدينية بسياحة الاثارية بسياحة الترفيهية لو قطعنا مقاومات اخرى وطورنا من هذا الواقع لكان ممكن هذا القطاع يرفض ميزانية الدولة ومو اقل من 10% فعلى الحكومة ان تهتم بقطاع السياحة والاثار وتعطى الدعب الحقيقي الى للقطاع العام والقطاع الخاص دعم الشركات مهم جدا في القطاع الخاص لانه انت القطاع السياحي والاثار ما تنهض بالحكومة مباحة النهوض يتحقق من خلال مشاركة القطاع الخاص واليوم احنا لأسف الشديد فنادقنا اللي موجودة في كربلا والنجف وبغداد بس على الأقل انا نتحدث عن السياحة الدينية السياحة المستدامة هاي يعني لأسف الشديد هاي الفنادق اليوم تعيش حالة صعبة جدا يعني أكثر من ألف فندق في كربلا أكثر من ألف فندق الحكومة نعم ولحد الآن للأسف الشديد هذه الشروط ما مطبقة فذن الموقع الاندرجن ضمن لائحة التراث العالم اليوم هي في في لائحة القطر يعني في أي لحظة ممكن إذا الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية ما تنفض الشروط اللي طلبتها من يونسكو ممكن تطلع هذه يعني آرثار بابل والأهوار من لائحة التراث العالم وهذا يعني انتكاسة كبيرة وفشل كبير للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية اكو توصيات طلبتها اليونسكو وعلى الجهات التنفيذية وزارة الثقافة والاعلام هيئة الآثار حكومة الذقار حكومة بابل ان تنفذ هذه التوصيات توصيات بسيطة ما يحتاج لها مشكلة الحكومة وزارة التقطي تخصصت المبالغ المطلوبة لهذه المحافظات ولهذه الوزارات وعلى الوزارات أن تعالج هذه المشاكل حتى ممكن نطمئن على ملف بابل ونطمئن على ملف الأهوار لأنه مثل ما بينتلك هذين الملفين قدري جاظب لائحة الخطر ولائحة الخطر يعني معنات أنه هذه المشاكل إذا ما تعالج ممكن ينسح بملف بابل وملف الأهوار من لائحة طرات العالمية نعم استغلعني اليوم أنت حضرتك عندك جلسة اليوم انظار المواطنين كلها تطلع لجلسة مجلس النواب أكو أمل يتم التصويت على الموازنة الموازنة أعتقد يصير التصويت عليها الأربعاء أو الخميس نعم اليوم نحن نضاهبين بالتجاه نحسن الموضوع المحكمة الاتحادية نحن كان المفروض اليوم أيضا يكون جلسة للموازنة أكو هذه اعتراضات موجودة من قبل السادة النواب أكو أصلاح على أنه تكون اليوم هناك فقرة خاصة للموازنة حتى لو نبدأ بفقرات معينة صوت على فقرات معينة حتى يعني نطل رسالة المواطن على أنه نحن ماضين باتجاه إقرار هذه الموازنة ولكن أيضا المشكلة تتعلق أيضا بالمحكمة الاتحادية وأهمية هذه المحكمة وأهمية إقرارها نعتقد اليوم إذا قررنا القانون المحكمة الاتحادية نحن الإقرار على قاد موازنة مشرعة ملخاصة بالوازنة نعم شكرا جزيلا إليك سيادة النائب علي جاسم الحميداوي عضو لجنة الخدمات النيابية تحياتنا إليك وشكرا ضمامك وليوم في برنامج المعتمد شكرا جزيلا إلى هنا ومشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم انتظرونا يوم غد إن شاء الله وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد تحياتي إليكم وتحيات كادر عمد جميعا مع السلامة موسيقى